السلام عليكم بنات كديري اللبس عليكم اموركم هانيا ان شاء الله هاد الفيديو لقاكم في احوال طيبة بتجمعكم هاد الفيديو هادا الصباح تقريبا اه 12 دابا اه 12 هونسقاع حيات مشيت يلا عجبت بنتي من البالي ما كتبو كينا في الطموبيل نسيت واحدة البوشيطة في الدار اه دي لشي واحدة اللبسة خديتها مهم وصلوني شي حويجة اه بغيت ناخد لها فولار او لاشال اكثر يكتسولوني داجة على الفولار منين كان ناخدهم لغمال ممكن كان ناخدهم عند واحدة البوتيك الناس دي نزقان غيكونوا تيعرفوه اه كان في الموت ضافين انا دا بغادي مشي ناخد بغيت ناخد لاشال لي ما كتشوفو مؤخرا بالتلت شدة وليت كندير اكتر يا هاد ليشال هاد ودلك راسا راح اعجبوني غير ديفو دي لهم وانهم فيهم غيال اوني ما فيهم شي حاجة هاكا كولوري او لا امبخيمي ولبسة اللي اندي كلها اوني ما فما جاش ندي اللي اوني في الاني دا كشيراش غادي يمشي نغمال مو بيت واحدش كل قلب الدجة عم تسحب لي فولار لانا تقريبا نرى ها اه الخميس ديال السمانة اللي اللي فاتت فاش وصلوني تقريبا را عشر يام دابا فاش وصلتني لكوموند وكما كتعرفوا هاد ليام كل شم شغولة وهدا ما مرني باختاجي سمعكم شي فيديو دا كشيراش ان شاء الله اليوم اغان باختاجي معكم قيت لكم مشي دا جا نسحب الفولار اللي في السوق عند مني تكن شريها دوة لكن ما عشبونيش ما عشبونيش لي موضي اللي عندهم وثاني حاجة مطلين بخونت هادو كليف الموت الضفين هما اللي بخين دهم غيزونا بلو حاجة نقية وكيجو شوية كلاس ماشي تكشي عو تاني مقوة اللوان معربنين بزاف ايوا هدا ما كان مهم كيكت لكم راسي فتدابة بنتي الكبيرة مش طلعت لبطر تنسلي البوشيطة في هاللبسة وغنمشي الموت الضفين امهمي لقدر تنصور لكم شعجة لكم سينو حتى نشري الفولار ونبخطاج معكم بلوتو الشال ونبخطاج معكم ماشنو خديد وغادي ندوز عندما ما غادي نكلك سكسو ان شاء الله بإذن الله وما ما غادي ندوز معي النهار كامل واحد القضية اللي بنات نسيت ما ما قلت عاش لكم اكتر ياتي يقولوا لي الماكياج اللي كدري شاركي معنا الماكياج اللي كدري اللي بنات غيباش تعرفوا انا وجهي رما كان ديلي هوالو ووجهي كان خليك ما هو كريم ادرا تنت ديالي وكريم كونتور ديزيو هما اللي كندير كنجي كما كيبال لكم هنا كندير الايلينر وكحلو الماسكرة وعكر ما كان دير لفندوتان لأولو قليل شي طب ومضة شمس قليل فاش نديرها غير لاعرف ترصي غادي نخرج للشمس بما انني الخدمة كامشة في الصباح بكري فكتكون شمس ما كيناش وما كان خرجتها الخمسة دونك ما كانت شي شمس وعندي غي عشرة دقيقة هاكاك جالت خاجي فما كان حتى تنزمت ووجهي التبجي لكو ما كان ديره حتي كان دير لكريم ادرا تنت اليوم نغمان ممكن الشمس ونسيت مادرتها مع الزربة كنخصني لحق بنتي في الصال هاداك شي لاش ممكن كتلكم وبالنسبة الايلينر غدت ندخل بطار ان شاء الله ونخطي معكم اشنو خديت مؤخرا تقريبا توم ماشي عشر يام هادي او لا تقريبا قاعج والسيمانات كنت خديت شي حاجة عند خليد مرحبت تنتخل بطار تهي ونخطي معكم اشنو كنت خديت اكزاكتو مو ونقال لها البناتين عودوا انتلقا ونوريكم كي قلت لكم حتى الغيفرانس ديال الغوج عليه فغو كل شي ما بقيتها البنات صورت ليكم موالو المهم الشارع لاش مشيت ما لقيتش صراحة تصدمت من المحل ماشي كي خليتو ما تلقيت فيه اتاشي حاجة تقريبا ستلعلي كانت لا علاقة مع جباتنيش صافي ما ما خديت مازال والو دست عندما ما كي قلت لكم تغدينا ومن بعد شيت للكور ديال طبخ ليش حالادي ما مشيت لي اه تقريبا شهرانس ومن زهريت لقيتهم ديرين ديبوش وداجا شي وحدين كانوا داروهم الصيمانة اللي فاتت وشي وحدين هيكملهم هاد الصيمانة المهم انتم ما تشوفوا معايا حاولت هاد الخطرة نصور ليكم تقريبا بلي ديالي طيب علاش مما قديت مهم هنه كيف مما كتشوفو الشفخة ديالجينواز صيبتها انا غنعطاكم من بعد لغوصات ديالجينواز كدشي ناجحة سينو غنبخطاجها معاكم في شي فيديو وشدتها ودهنتها بالكون فيتور ديال المشماش هنه يبقى ليكم لي اختيار بغيتو ديالجينواز ديالجينواز ودخلتها الكنجيلاتور خلتها ليلا تقريبا كاملة حتى جمدات باش تقدر انها فتقطع ما تفرتش لها وقطعتها كما كتشوفو هنا مول ديالجينواز بيوش لبسات لي بابيه كويسون بدات كتستفي دوائر للبيسكويت ودوكل تحتانين كتحاول تضغط عليهم باش يشدو شكل ديال المول بالنسبة للكريمة خدت 600 جرام ديالجينواز في خيش ليكيد عسير نص حمضة ومعلقها كبيرة دروح الحمض وخلطتهم مزيان تنسجموا مع بعضياتهم بالنسبة للكريمة رهت طربتها مزيان تجت واقفة ماشي طلعتها ميمونتي من بعد خدت 400 جرام ديالجينواز باتيسير هي صيبته في الدار مشي تاكل جاهيز وضفته تهوى الكريمة وبدت كتطرب مزيان تنسجمت العناصر مع بعضياتها من بعد خدت الكريمة في البوش وبدأت تبوشيها هذا البوش يسهل لكم الخدمة سوف تحاول تعمروا تحاول تعملوا بالكريمة جيدة لكي لا يبقى لكي لا يبقى هذه الحفرة خاوية تعملت تقريبا هذه الحفيرات كاملين بالكريمة ومن بعد خدت كريمة سوف تعملوا كيف تعملوا كيف تعملوا وكيف تعملوا قبل خدت الجينواز وعبرت بالمول وقطعت القياس كيف تعملوا كيف تعملوا هذا بالعرض وما يبقى لكم الاختيار هذه الكريمة تأتي جيدة لكي أضفت لها كيف تعملوا كيف تعملوا كيف تعملوا وكيف تعملوا أشاق الحمض وكيف تعملوا كيف تعملوا مجرد مع طبيعات وكيف تعملوا بسكوية كيف تقوموا وكيف تعملوا بسكوية وكيف تعملوا أجل إضافة تطور الفرامبواز تطور موين فاكهة أو الشوكولات أو الكرامبل أو الكروكون أو البخالين و الفيتين تطور الكريمة في الجنب وتطورك أن ينبع الوسط ومن بعد اجلت كريمة كنت أصور لكم كما ترى الكريمة وضعها فوق البيسكويت ثم سأخذت بيسكويت وقبل شدته ودهنته غير عصير الحمض فقط عصير الحمض ثم سأخذت بيسكويت ثم سأخذت بيسكويت ثم سأخذت بيسكويت وقبل كريمة و بيسكويت مستوى 1 سأخذت فقط صغيرة على مول ب 1 ملامتر ثم سأخذت بيسكويت وقبل كونجيلاة سأخذت بالطرح ثم سأخذت بيسكويت فصلة بيض البيض على صفر البيض بالنسبة للمقادر لدينا ثلاثة بيض هي نغمال مهنية لأن الفاني لا يجب أن تزيدوا على صفر البيض بحالة يحرقوا ولكن اضافت هذا لماذا؟ سوف تطلع بيض البيض بحل تلج تفرصه جيدا و أضيف إضافة أخرين هنا كل البيضة سوف تضيف لها 30 غرام السكر في المجموع لدينا 30 غرام السكر و فانية واحدة و من بعد دباط تضيف لصفر البيض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة قمت بها ورقة الطبخ بطبيعة الحال سقطه من تحت بشوية الماء وخدرت الخليط البودواغ قمت بها في البوش وتحاول هنا تبوشيه طويل كيف يبقى الحجم قداشم ما بغيته في الطول او للعرض اللي بغي عرض كتر تقدروا انكم تجدوا واحد اخر حدا المهم كيف يبقى لكم الاختيار راهو الحجم دياله غادي يزيد يكبر وبالنسبة للاشكال عندكم الاختيار انكم تشكلوا كيف مما بغيتو سوى بشكل طولي او لا شكل دائري المهم راه ما زال غادي تدلينا شكل اخر وغادي تشوفوا كل شي ان شاء الله المهم هي دارت هكا وتقدروا تتزديوهم راه واحد القطاقة ما عدتوش صورتها لكم هنا ولا لا راه هكا تحاول انها باش تزديهم باش هكا تدير بهم تقدروا تديرو بهم هكا اللي ميني شغلوت ولكن شرط الطياب تطيبوه بطريقة اخرى انا غا نشرحها لكم من بعد في الفيديو الجاي من بعد كددلي سكر سنيده من الفوق يستحسن لك انت سنيده الحبيبات تديله شوية غلاطين باش هكا كيجيك خوستيون ودرتليه كدلك حتى سكر غلاسي كي كان قولو وهنتو مادو كلي قلتليكم لسقتهم شوية هو كدخلي شوية دلي سباس بيناتهم لان من كددخلوا الفورن راهوا كي يسرح شوية او كيتنشر شوية من خدشوفوه من بعد ما يطيب بنسبة للطياب عادي كيبقى على كل فورن او هو هنا البناترا كيدردر سكر غلاسي مع سنيده سكر غلاسي بيانسيوه سبيسيال لا تتحرقش قلت لكم بنسبة للطياب دخلتوا بحال شكل جينواز مية وستين درجة بغيتوا اللي بودواء ديالكم يبقى ورطبين راه كي طيبوك تخرجوهم بغيتوهم يجو كخوستيون بحالي كنستعملوا بالنسبة اللي شغلوتو تغامسوا ستخرجوهم ستطفو الفورن واتعودوا تردوا لي الطاوى باش هكا يرجع عليهم دك الصهد ديال الفورن ويزيدوا يقصحوا باش كي يجوها كم قرملين كي بقى لكم الاختيار كيف ما بغيتو وصراحة التمنى جاورطبين جاوزوينين كي بقى لاختيار العجل الاخرى اللي بقت اخدت هنها تطبي ديال الماكارون وكيف ما كتشوفو كتبوشي فوقها باش ياخدو شكل ديال الماكارون هكا صافي وماره الطياب ديالهم كي قتلكم بنفس الطريقة ديال الطياب ديال اللي بودواء طوال وزيناتهم بالفلي دياللوز كي بقى لكم الاختيار بتدير الفلي ديرو ما بغيتوش ماشي ماشي حاجة ضرورية تقدروا تديروا هكا اللوز مهرماش كوكا مهرماش اللي اجبكم كما تقدروا كي قتلكم تخليو هكا اصلا اللوغو ديالهم تيجيوزوين انا فضلت هادو على ديال السنقة وضفت لهم تهم سكر سانيدة و سكر سقيل دردرتوا عليهم من الفوق وغاد دخلهم الفرن وهذا كي يكون الشكل ديالهم من بعد ما طابوا وخرجتهم الفرن انا غاد دير غلاساز مي مواغ باش غاد ديال اللابوش اللي كليكم داروا داجة في الحصة اللي قبل منسبة المقا دير الغلاساج خذت كسرنا دارت فيها ميتين جرام ديال سانيدة ميتين جرام ديال اللي كليكوز وميتين جرام ديال الماء وشعلت عليهم فوق البوطة وبدأت هكا تتخلط فيهم زيان من بعد ما داب السكر وكي ما كي شوكت كي بليكم هكا يلاه بداب الغلايا مهم اللي ضروري هو يدوب ذاك السكر زولته من فوق النار وضفت ليه ميتين جرام ديال شكولات بيض يستحسن الى كانت شوكو الغيش باش كي اعطي ما داق اكتر والد ومن بعد اضافت ليه واحد مية وثلاثين جرام ديال نيسلي عادك ديال العلبة البنسبة الناس اللي كي يصيبو في الدار ممكن انهم يصيبو صافي وبدأت كت تتخلطها بسباتيل حتى كي يدوب شوكولات وداجة اخذت وحد خمسة ديال لوراق ديال الجيلاتين ارتبتهم في الماء باش هكا ما يجي فيني دوب شوكولات يكونو داجار طابو سافي كتستمر هكا فالخلط مزيان غادي اتخذ كدلك مولوين بيض لان احنا هاد القلاساج غادي لان احنا هاد القلاساج غادي لولو كتلونه باش مما بغيتو بالنسبة اللي بوش اللي استعملات هيا كيما كيباليكم هنيرا هدافت ورقة الجيلاتين سافيو كنستمرو فالهكا منها قيدو بورقة الجيلاتين ومنها قيدو بشوكولات البيض وشوكولات غيش بالنسبة لهذا الشوكولات غيش البيض شوية كيكون صعب في هذا بشوكولات غيش البيض ولكن وكيخلي كابح الحبيبات تقدروا تاخدو الميكسر بلانجان من بعد ما تشوفوا كل شي داب وتتحنو بشوكولات غيش البيض بشوكولات غيش البيض لانك يجي هاد القلاساج بحلباج بشوكولات غيش البيض كي يجي نبيض كي نضيف هاد هاد الملوين بيض وكن نخلطوا واحد الكيمية قليلة هكا تكينسجم لانه هو بودر عاد كتتضيفه على الخالط وكتبدأ تخلط وانتو ما غتشوفوا اللون ديال الخالط ديالنا كي غيش اللي غيش اللي بيض باش مني نجي ونضيفولي هم الوين اخر حيط حنا غنبغيون لونه القلاساج اعطينا اللون اللي بغينا اما يلاخليناه باج كي يجي داك اللون بحلا موصخش شوية داجا هاد لابوش هاد هاد القلاساج هاد كانت داجا عمرتها بتفاح صراحة البنت انا فاسمت قلت غيش يجي لوقو ديالها وانتو ما زوينش ولكن جاءت غزالة خضرت هنا ملوين خضر كم معناه كي برية بودر أورانج قلت لها ملوين أورانج قلت لها خضر صراحة حاجتني غريبة هاد القضية كيفش بودرها أورانج وكتعتنا ملوين خضر عندما نفس الطريقة باشتفنا الملوين بيض هي باشتضيف هاد الخضر وغادي تخلط تتحصل على اللون اللي بغات منفوع وصلت لدك الخضرية اللي بغات صافي حبسات ايه وكي قلت لكم اللي بغات حاولوا القلاساج ديالكم ما يجيكمش محبب واحسن طريقة باش انه يجي هكا ليس هي الميكسر بلانجون بالنسبة لي ما عندوش يقدر يشد هاد القلاساج ويتحنه في مولينكس وخلوها البنات يبردغي شوية ما يبردش بززاف لان داجة في الجيلاتين اراكم عارفين الجيلاتين ضغية كي الحاجة كتشد القوام ديالها كي ولي شوية مجموع ايه هناك الكريمة اللي شاطت من اللابوش ودك البيسكويت اشتدي فيغين صغار هكا كتجير الكريمة وفقها دارة البيسكويت اذكر له ديال البيسكويت هذا كما كيبال لكم ديالها جينواز ومن بعد من الفق كتجير هكا كتجير الكريمة سوف يزينتها بالاصابع ديال البيسكويت هادوك اللي بودوغ اللي صيبنا هادو فقط غير باش ما تضعش هادوك الكريمة منها البسكويتين و هادوكين كتجير هادوك 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 هنا بمساعدة بوحد صفايا بدت تتخوي القلاسج على وجهة البيوش كي قلت لكم ديال البيوش را صيبون في الحصة اللي فاتت راهم كونجليين مزيان كتحاول تغطي البلايس كاملين لا تبقى التبلاسة بينها بالنسبة للقلاسج خلاتوا التبرد مزيان و عدرتوا فماحتاجتش انها تعودكوش تانية بالنسبة لكم الاجاكم خفيف تقدرو هكا تجمعوا القلاسج وتعودوا تخووهم الفق حتي تتحصلوا هكا على التكستور اللي بغيتو ما تبقاش لابوش تبان ويجي هكا القلاسج ديالكم ليس باش غنطيكوري لابوش خدات هنا يا واحد طبيد سيليكون هدي كتدخل الفران طوا بالنسبة لي ما عندوش يقدر يجيغي بابوش ودرت فوقها واحد لقليكوز وخدات لابات ديال الكيوي ركتب عند صحاب الحلويات ديرها فيها لوقو وهاكا تعطي لون وانتو ما كيفما كتشوفوا بمعالقة صغيرة حاولت هكا تخلط باش هكا يتخلط دك لابات الكيوي وانتو ما كتشوفوا باش تجيها كابلة فوق الطوا غادي تدخلها الفران الفران مية وثمانين مية وستين درجة هكدك ودخليها كطيب في الفران واكيد غادي نبدأوا مرة مرة كنطلع عليها غي حاولوا البنتها كلابات ما ديال الكيوي ما تبقاش مجموع عليكم في واحدة البلاسة حاولوا باش تطلعها وتوصل لغليكوز كامل وهذا صفحة الكليكوز جي واحد القياس ندخلها كيكتة لكم الفران ومرة مرة نطلع عليها كنطلعها كطيب حتى كيبانوا لها الفقاعات بدأ كيكبار اخذينا لابوش جينا غنزينوها بهذا كالبيسكوالي درنا على شكل الماكاغون وبطبيعة الحال الغليكوز درنا ودرنا سانيدا الغليكوز الغليكوز بالكاراميل باش نزينو به التهوى بشخرة بالنسبة المقادير هنا يدار 300 جرام 340 جرام سكر سانيدا فوق المقلاء وخلتها تدوب غيئة اللي بنترد الضبالكم معاه من بعد ماذا بمزيان زيت لي واحدة 300 جرام ديال الماء وخلطتها انتم كيما كيباليكم وخيباليكم اللون مغير هذا ما تيعنيش انه تحرق لان الريحة دياله وقد تدل على الحريقة ومن بعد اخذت 300 جرام ديال الكريمة السائلة دائما نسيت مصورت لكم الكريمة باش كتخدم الشاف خديجة هي كتخدم بالكريمة من السوسة انا هذه الكريمة صراحة لما تخطني شيئا ولكن رائحة حلوة إذا كنتوا البنت ستستعملوا كريمة حلوة فارضوا لكم السكر سنقصوا شوية مهم سافيكي لكم ضافة الكريمة الكريمة قبل ما تضيفها البنت قمت بها 21 جرام ديال النشا خلطتها في إيناء وعضفتها لديك الكيمياني لدينا الكريمة كاملة وضفتها بفق السكر كنتمنى أنني وصلت لكم الفكرة حاولوا تخلطوا النشا مع شوية الكريمة نزوح تلاتة المعالقة من 300 جرام ديالة زلافة مع 20 جرام ديالنشا خلطوها وضيفها لديك الكيميان كاملة لدينا الكريمة وضفتها ونحرك في نفس الوقت اخذت خمسة دوراق الجيلاتين ارتبتهم في المقبل وعضت من بعد اخذتهم وعصرتهم وضفتهم هنا هذا القلاسات وضفت كذلك واحد شوية شوكولة بيضين كذلك يقومون تضيف أكثر ويعطوه البناء سوف نستمر في التخلط طبعا هنا يرطفت النار لكي لا يزيد شيء كثير ويتحرق كما تعلمون الكراميل هذا القلاسات الكراميل يجزون ولكن سعيد لأن ما بين طياب السكر والحرق رمشت سوف نستمر بالخلط ومن بعد الميكسر بلانجون لكي لا يكون حبيبات لدينا الثلاثة الأول سوف نستمر لدخل الكيوي وهذه الكراميل سوف نستمر على وجه ونستمر الكراميل ونستمر 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 على القياس التي تريد لا تبقى لكم لا تبقى لا تبقى لا تبقى لا تبقى هذا لأن لا تبقى لأن لا تبقى لا تبقى ونستمر هنا سوف نستمر بنفس طريقة ونستمر 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 هنا أخذت العسل خلطته مع ونستمر ونستمر لتبقى من جنب ونستمر لتبقى لتبقى جيدة هنا كريمة تبقى في صغر لتبقى ونستمر ونستمر لتبقى لتبقى ونستمر كم صغيرة هذا نفس كراميل هنا يضفت القهوة لتبقى ثلاثة وثلاثة لتبقى هذا بالكراميل القهوة لتبقى لتبقى مقارنة بالأول وكانوا لديهم الأطباق النهائية هذه لتبقى القهوة لتبقى وزيناتها ونستمر لتبقى لتبقى بالكيوي بالكاكي جغزال هذه اللابيوش هذه اللي فيها التفح لنسغي ديالتفح في الداخل يزينتها بالشوكولات وبالنوغا هذه الكريمة اللي قلت لكم كاتشيط لها فرما ما تضيعها وهذه اللابيوش اللي درت بالدوائر ديالبسكوي هذه هما اللي قلت لكم بتاوما غيب الكريمة اللي شاطت زع ما صراحة الشفخة ديالله ديالله كانوا وصفة ناجحة وفي المستوى ما شاء الله عليها حاولت كيكت لكم هكا مشكورة شفخة ديجا خلتني أنني نقل لكم المراحل وخا غي شي حاجة قليلة لأن ديجا نصد الكور دا الصيمان اللي فت ولكن إن شاء الله عقبا إن شاء الله الوصفات داخلين اللي جايين وهنا يا البنات غادي نقول لكم غا نحبس الفيديو هنا ما بقيتش صورت لكم لا الشيئين اللي بخد وليكت لكم شريت مؤخرا لأن الفيديو جا طويل فإن شاء الله فيديو المقبل غتلقوا فيه كل شي خليت لكم راح تلبى للبنات بسلام عليكم نطلقوا إن شاء الله فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة